منعني مهر من الناس اللي بيقدر برضو يصنع من لعبين صغيرين زي أحمد سامي المدير الفني لسموحة بيقدر أنه يتطور من أداء اللاعبين وعلى ذكر أحمد سامي المدير الفني لفريق اسموحة والمرشح الأول لتدريب المنتخب الأولمبي واللي أجرى معاه حزم إمام عضو مجلس قدر التحاد الكرة اتصالات خلال الفترة اللي فاتت أحمد سامي بيعتذر عن تدريب المنتخب الأولمبي لأنه هو شايف أنه لسه قدامه كتير هو سنه صغير فبالتالي هو محتاج أنه يمسك فريق في الدور الممتاز قد ينتقل إلى نادي آخر قد يستمر مع اسموحة لكن الاتجاه الأقرب أنه هو مش هتولى تدريب المنتخب الأولمبي علشان زي ما بقولك كده هو شايف أن المنتخبات شغل المنتخبات يعني محتاج أنه بيحتاج راحة أكبر راحة أطول بيلعمت شين في الشهر فبالتالي هو شايف أنه هو لسه صغير كمدير فني فبالتالي محتاج أنه يثبت نفسه أكتر محتاج أنه يشتغل أكتر دي يمكن مبررات أحمد سامي في الاعتذار عن تدريب المنتخب الأولمبي في الوقت الحالي مش علشان كمنتخب أولمبي ولكن هو شايف أن شغل المنتخبات بيبقى التدريب فيها أو الارتباطات فيها على فترات متبعدة وهو بيظهر بشكل مميز جدا جدا مع نادي اسموحة خلال الفترة اللي فاتت ترجمة نانسي قنقر